تليفون وبيقي الواتس اوب تبعوا مفتوح كل النهار مظبوط كيف يعني شرحيلي التليفون اخدوه هني صح بس رجعتوا لقيتو مظبوط وين قل وين لقيتو التليفون على بعد خمسة عشر متر من السيارة اوكي وكيف بقي الواتس اوب مفتوح على التليفون هذا اللغز اللي ما عم بعرفه لحظة كيف يعني انت خدت التليفون سكرتيه او بيتركتيه مفتوح مين انا ايه وقت اخدت التليفون او المعلومات اخدوا لا المعلومات اخدوا التليفون يعني بتعتقد انه المعلومات تركوا التليفون عم بيشوفوا عم بيعم بيينبشوا بالواتس اوب وبالداتا تبعوا اه بشك انه يكونوا المعلومات لانه اه ضل التليفون ما قادرين يفتحوه لانه قلو كود اوكي وبيفتح على بصمتي وبصمة الجو اخدوكي انت فتحتينهم البصمة بس كانت صارت ساعة 11 بالليل دونك كان عم يشتغل بالنهار نعم كيف تعتقد بيقدروا يفتحوا بيقدروا المعلومات عندهم الاكيبمون بس مين اللي عنده اكيبمون غير المعلومات يقدر يفتح تليفون بلا بصمة ويضلوا شغال واتس اوب انت كنت عم بتهلوسي او شفتي مظبوط الواتس اوب مفتوح اونلاين لا لا انا بعتذر بس لا مش مش انا اللي كنت عم شيك على الواتس اوب مين شيك علي يعني اصحابنا كانوا شايفينه اونلاين عم بيقرأ ستيتسز يعني مثلا في حدا نعي عم بقرأ ستيتس تابعه يعلم ازرق قرأ الستيتس يعني شايفه 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 وعلم ازرق في عصص ميساجات علم ازرق سألت المعلومات عن هالموضوع شو تحليلهم ما بيعطوني جواب عندهم خبر مين اتصل فيك من المخابرات مرحلة تانية وليش تصلوا فيك نيلا من المخابرات نعم ما حدا اتصل فيك ما حدا اتصل فيك بفيما يعتلق بالصور ايما تطلبوا منك صور مخابرات او اي جهاز امني صور صور القور انا ما معي شي يا ستيز مرسال ما عندك شي انا بالنهار اللي اختالوا كل الارشيف كل الصور مع جهز المعلومات شي مرة خبرك تجو عن تهديدات لقيها ابدا ابدا هل شي مرة قلت له ما بقى تصور ما قلت له ما بقى تصور انه انا كنت صراحة الموضوع التصوير انه ما كثير بيهمني يعني بس هو شغلي بتحبه بيحب بيحبه يعني نعم سو انا ما كنت يعني ما كنت قل له ما تصور او شي يعني من نوعية تنفيذ الجريمة بتعتقد ان المرتكبين محترفين متل ما فهمنا انه مدربين رياضيين يعني منظمين كتير بتقولي انه صعب التعرف عليهم يعني او انه تابعين لجهاز امني ام لجهاز ميليشيوي لمين خلينا نقول اشها متل ما هي استاذ مرسال يعني بس تشوف الاحترافية اللي هي فيها بالنسبة للتنفيذ نعم وللتخطيط يعني فيه احترافية عالية مش على صعيد انا وانت وطريقة كيف هربوا كمان يعني فيه احترافية ف اللي انا اللي انا بشك فيه انه الموضوع العالم اللي خططت واللي نفزت ما ما مستهاب الدولة يعني ما فرق معه ممكن يكونوا حدا من الدولة كمان ما فيه يقول انه يكون فيه حدا من الدولة بس انا اللي بقوله انه التقصير اللي ساير اللي وصلنا لهون انه هو تقصير دولة ليش انت كان عندك سئة بدي يقول انه في تحرك كتير مهم لانه كل الوقت كان عم بنقال انه اهل الكحالة بطلوا عم بيعملوا تحركات بناء على الضغط في تحرك بالكحالة تزامنا مع اطلالة نيلة بالجان الليلي راح نتابعوا بعض لحظات تحية كتير كبيرة لأهالي الكحالة اللي عم بي يواكبوا اطلالة نيلة بالجان الليلي بهذا التحرك الكبير لالون بعد قد في رئيس البلدية يمكن بعد شوية حاضر انه يحكي راح منعطيه كلام بعد شوية بعد ما خلص مع نيلة اه لانه كتير مهم انه هذا التحرك يضلوا اه تنوصل على الحقيقة من اي متى كان الجوي يشتغل الفريلانسر مصور مع الجيش من خمسة عشر سنة ليش توقف اه وقف لانه صراحة بعد انفجار اربع قاب اه جو جرب تكرارا انه اه يفوت على مسرح الانفجار ويصور يعني مثل كأنه يحط اه اوكي خبرته شو صار بالتصوير بخدمة التحيق شو صار اه نرفض طلبه اه من قبل الجيش اللبني ليه لانه كانت الحج انه ما حدا عم يفوت على مسرح الجريمة ونحترم هذا الشيء هو معروف انه كان يشتغل مع الجيش مضبوط طيب صور جولامي كانت تروح اه هو عادة كان يسور لجيش اللبناني بس اه هل كان يعطي الارشيف طوعا او بنائع على طلب الجيش لا اكيد بنائع اعطالها بالجيش اوكي هل كان عبي ياخد معاش اكيد لا اوكي هل كانوا يطلبوا منه الصور اكيد صور المنفق والعنبر 12 والجنوب لمن عطيها العنبر 12 نعم والجنوب قبل السئة او بقيوا عنده قبل السئة بقيوا عنده اوكي لا لا مش لحدا بس بالنسبة لموضوع البار نعم اللي هايدي صار في التباس في الموضوع سنة الالفين وسبعتاش كان الايفنت للسفارة الامريكانية اكيد مع الجيش اللبناني اوكي فهو حكم كان موجود تحت مجبور يسلم الصور لتنين نعم مش انه موضوع عمالي ومعمالي نعم اوكي هل كان بيعرف جوشو كان فيه بداخل العنبر 12 لا ولا مرة ولا مرة بتقولي كمان يعني هالصور فينا نشوفهم هل تم تسليمهم للقوى الامنية مزبوط ما عندي كوب ما عندي شي ما عندي شي في البيت اه له علاقة بالصور بتقولي جمعة الماضي زوجي قام بتصوير تسليم معادات عسكرية امريكية لجيش لبناني عام 2017 بمرفق بيروت والطقت صور العنبر 12 وهي الصور سليمت للجيش في السفارة الامريكية وهو تذكر الامر بعد الانفجار مزبوط السفارة الامريكية تواصلت معك بعد التفجير معي لا ولا شي لا 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 طيب بتعتقد في اي رابط بين جريمي وشغله بشركة الاتصالات ابدا ليش لا لانه شغله بشركة الاتصالات ما قلوا عليه قلاب بداية الاتصالات ولا عنده اكسي حتى عليهم يعني هو شغله بالقسم التجاري نعم موقعه ابدا ما بشكل لا خطر عليه ولا خطر على اي شي بتقولي لا اساس ميديا انه طريقة تفتيش البيت دالت اغتيالة جو كانت وكأنه انتو الجنات ومش الضحايا مزبوط شو صار اللي صار انه شعبة المعلومات قررت تفوتنا بش البيت امر طبيعي امر طبيعي اكيد وبيحكم انه سيحة الجريمة كمان حد البيت بس الطريقة اللي فاتوا فيها والطريقة اللي تنبش فيها البيت مثل كأنه عم يجرموا الضحية يعني بالنهاية تايسلكوا لطريق الاسهل انه تفضلي مدام من ورا هايدي الشغلة جوزي كنقتل